قبل ما اطلع الفاصل عايز اقول نقطة مهمة ممكن شريف كان بيقول لي فيه غلق الفكرة المشوار الافريقي والتركيز على المشوار المحل وبداية التجهيز للتأشيرات هي معلومة بس يعني اصبروا كده خلال اليومين الجايين لما نعرف تفاصيل الاجتماع بس هي معلومة برضو اقولها لكل السادة المشاهدين عشان تسمعوا الاول مرة هنا من خلال برنامج التريند على شاشة قناة الاهلي هناك اخبار عن احتمالية اجتماع للجنة المسابقات في الاتحاد الافريقي خلال الساعات اللي جاية او خلال الايام اللي جاية الاجتماع بهدف ايه؟ لسه جدوى الاعمال ما عندش تفاصيله هل ممكن الاجتماع عشان يشوفوا الجدوى للتنظيم او اللجنة المنظمة تشوفوا الاستعداد للمباراة النهائية في المغرب ولا هيشوفوا اي امر تاني انا لسه لغاية اللحظة دي ما عرفش تفاصيل الاجتماع بس بيتردد داخل اروقة الكاف ان في اجتماع خلال الساعات الجاية للجنة المسابقات ده هنعرفه خلال الفترة الجاية وبإذن الله هنكون معاكم اول بول ونقوموا كل الجديد خلال الفترة الجاية قبل موعد النهائي 17-7 في المغرب بين الاهلي وكايزر ايتشيفز